معروف ان مصر فيها ازمة دولار زي دول كتير عندها ازمات لكن في نفس الوقت الازمة مش خطيرة للدرجة اللي تخوف او تسبب انهيارك اتصادي لان مصر فيها موارد دولار كتير ومتنوعة والمشكلة كلها في عامل الزمن اللي ماشي عكس خطوات مصر لتوفير العملة الصعبة وفي وقت فيه ضغوط كتير على الدولة المصرية ايه اخر تطورات ازمة الدولار وايه تقارير الخطير اللي تقال عن مصر هنعرف التفاصيل ولكن بعد الفصل البنك البريطاني الكبير ستاندرد تشارترد طلع تقارير عن مصر وقال انها بتواجه ازمة في مخاطر تمويل اضافية في الفترة الجاية من بينها حجم المدفوعات الكبيرة المطلوب سددها لسندوق النقد الدولي وكمان موعد استحقاق السندات الخارجية وده شيء بيقلق المساسمرين ووكالات التصنيف الاقتمانية لكن البنك الشهير قال كلام تاني مهم جدا وهو ان مفتاح التعافي لمصر بيبدأ من تعزيز تدفقات العملات الاجنبية غير المرتبطة بديون وان مصر قدامها فرصة سريعة للخروج من عنق الزجاجة وهي تسريع وتيرة بيع الاصول مملوكة للدولة وده مش عشان توفير التمويل الخارجي ويبطاء استنزاف احتياطيات العملات الاجنبية بس ده كمان لإقناع صندوق النقد بالتزام بالإصلاحات وصرف الشريحة التانية من القرد البنك العالمي قال انه رغم الصعاب هو متفائل بقدرة مصر على حال الازمات وقال انه هيحصل تقدم في ملف مبيعات الاصول ومتطلبات صندوق النقد خلال الكام شهر الجايين وكمان المجلس التنفيذي للصندوق هيوافق على المراجعة الاولى بالربع الثالث من 2023 لان مصر ولسه وقف على ارضية ستة وموارد الدولار كلها فيها نمو كبير متوقع خاصة من قناة السويس والساسمار المباشر وكمان التصدير وغيرها من الموارد رغم استباعات تعويم الجنيه في الوقت الحالي لكن الستاندرد شرطر شايفة ان القرار اللي هو التعويم هيكون ليه فويد كبيرة للاقتصاد المصري لانها هتسايم في جذب التطفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي واللي قرر تحويل الدعم من منح وداع لاستثمار مباشر وتعاون تجاري كلام البنك البريطاني وهو مش مجرد بنك ده مؤسسة مالية وامبراتورية متشبعة وتقاريره معترف بيها دوليا الحاجات كويسة بين السطور وهي ان صندوق النقد الدولي هيوافق على صرف باقي القرد وده معنا ان مصر دولة قوية اقتصاديا ومعناه كمان ان مفيش اجراءات قوية ممكن تزعل المواطن المصري العادي وفي نفس الوقت صلت البنك البريطاني الضوء على افاق الاستثمار الاجنابي والعربي في مصر واللي بيحقق طفرة كبيرة في كل المجالات في النهاية كنت معاكم انا عبد المنعب ابراهيم والى اللقاء